الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب مني يا صديق العزيز الدكتور سامح العجلون من جامعة لير موك أن أبين له كيف نستخدم الإكسل في ما يسمى بإيجاد القيم المثلى Optimized Value لفنكشن لدالة معينة وأزودني بالمعلومة التالية دودني بكمية الحملة الكهربائية طبعا بالميجا هنا مليون 847 365 367 فهي الفاصلة هي مليون 847 337 ميجا وات 16 166 65 870 وهكذا فهي بالميجا وات بالملايين هنا طبعا أعطاني المعلومات لشهر واحد واثنين وثلاثة حتى اطمعشر شهر يعني السنة الـ 2020 كاملة فعادة نحن كرياضيين كرياضياتيين هكذا الكلمة الصعية رياضياتي وهو مهتم بالرياضيات والاقتصاد القياسيين وإحصائيين نستخدم هذه الدالة هنا اللي هو الحمل الكهربائي يساوي برامتر معين يجب أن نقدره مضروب في الصين اللي هو الجيب الكمية اللي هي طبعا مضروبة بي برامتر من قدره افتح جوست المنث اللي هو شهر 1 2 3 حتى 12 شهر سالب سي برامتر سي من قدره زائد دي برضو برامتر فعدي أربع معلمات اللي هي A B C D نحتاج إلى تقديرها هذا الآن طريقة أو الوصول أو الحصول على المعلم الأمثل من حيث القيمة لا نستطيع الإكسل القيام بها إلا إذا كان عندنا برنامج solver الآن solver حتى أكون يعني دقيق هنا الـ data فهنا solver أنا ثبته لكن إذا ما كانش موجود على أجهز الحسوب عندكم أحبتي تذهب إلى فايل هنا فايل وتذهب إلى الأخير option لاحظوا لي هنا option خلينا أوسع الشاشة طبعا هنا في عندي option بآخر لأن عندما بدأت بالتصوير على الكامتازيا حصرت المسافة من هنا إلى هنا لكن بالأخير بتفتح option وبتساوي add in هنا add in هلا add in هذا هي بتضغط عليها وتذهب إلى هنا وطبعا بتقول له go بتشوف الأشياء اللي هذة هنا solver هاي أنا بثبته فتستطيع تثبيته عندك على أي جهاز أوكي وهكذا تضغط أوكي انتهى خلص يعني تثبت على جهاز الحاسوب اللي في excel برنامج solver كيف الآن نقوم بذلك الآن في عندي هنا قيم افتراضية أنا افترضت عندي 2 1 سالم 1 15 لا ال a b c d اللي هي في الدالة هذه افترضتها من عندي فخلنا نشوف الفرق وكيف يمكن برنامج solver على ال excel أن يعمل minimization أو تقليل الخطأ فهنا آتي إلى هنا تساوي أذهب تساوي اللي هو a هذه a ومضغط على f4 حتى تكون هي فقط يعني ما بتتغير مع الخلايا مضروب هذه في الصين نفتح قوس طبعا ونضع ال b بعد ما نضع ال b الآن نضغط على f4 مشانا نثبتها اللي هي dollar sign هاي كذلك الأمر الآن مضروبة في القوس اللي هو month لاحظوا لي month الشهر الأولاني هذا ناقص c هذه منضع f4 حتى نثبتها نغلق القوس نغلق القوس ثاني مرة ومنضيف ال d اللي هي 15 هنا طبعا ونضغط على f4 بالحال نهاية مشانا نثبتها ثم نضغط enter بيطلع عندي القيم الأولى المقدرة حسب القيم اللي أنا يعني اخترتها اذهب إلى home هنا اضحها في المنتصف وهذا المربع الغامق الأزرق هنا عندما تحدث يعني تظهر إشارة الموجب هنا لاحظوا لزائل اضغر اطرف المربع مرتين بعطيني القيم هذه القيم الآن هي القيم المقدرة هذا هو نسمي باللغة العربية التنبؤ التنبؤ هنا هذا التنبؤ التنبؤ بالوسط اللي تنبنأ فيه بوسط هذه المعلامة اللي أنا اخترتها من عندي بشكل ما لأني عارف المعادلة شكلها كيف فأنا حطيت هذه القيم افتراضي الآن سنقوم بحساب مربع الفرق بين القيم الفعلية هذه والقيمة المقدرة هنا كيف تساوي نفتح قوس عفوا الآن باللغة العربية هنا الآن نحول المفتاح اللغة الإنجليزية تساوي افتح قوس هذه القيمة مطروح منها هذه القيمة نغلق القوس والكل تربيع لقوة تربيع اضغط الآن طلعت عندي هذه القيمة اذهب الى المربع هذا الغامق الصغير عندما تظهر اشارة الزائد هنا اضغط مرتين بالفقر اللي معك شمال بطلع عندي مجموعة مربعات هذا مجموعة مربعات هذه القيمة هي التي نحتاج الى تقليلها 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 الى ما امكان ذلك كيف الآن نضغط عليها الآن تذهب الى data ثم الى solver بقولك الان هاي اللي هي يعني بدي اعمل منيما طبعا في عندك هنا خيارات maximize ولا minimize ولا بدك قيمة معينة نحن نحتاج الى minimize جمحة هذه تختار هذه القيمة هذه القيمة هنا ثم تأتي الى هنا يعني جربتها قبل هالمرة هذه وبتختار هذه القيمة الآن الآن ثبت هنا وهو make unconstrained variable non negative يعني برجع شو اسمه خذنا ارفعها الى هنا بعد ما تحط هذه الخانة اللي هي 47.0037 هنا وبتضع القيم اللي انت اخترتها انه يتلاعب فيها برنامج solver حتى يقلل هذه القيمة الى ما كذلك بعد ما ثبتها وتحط هنا make unconstrained يعني لا تضع إشارة هالي لا بتشيل الإشارة هالي وبتضغط بعد ذلك solve solve الآن سيقوم ب iteration يعني بكرر المحاولة حتى يصل لأقل قيمة معينة نضغط الآن آها طلح سبحان الله الآن هذه الآن اوكي لاحظوا لي بعد إذنكم إذا اخترت هنا هذه القيم هذه القيم بعد ما عمل لي هاي القيم الحقيقي لاحظوا لي طلعت ليس اثنين طلعت 2.19244 6937 هنا لم تكن واحد صحيحة طلعت 0.898762204 هنا ليس سالب واحد هي سالب 0.934801886 وهنا لم تكن خمسطعش لأن هاي القيم اللي اخترتها أولا وأبقيت هنا بس مشان المقارنة وهنا 16.2160319 هذه هي ABCD التي تعمل على منيمايزيشن قبل قليل كان هذا تقييم 45 أو 43 تقريبا لاحظ انخفض إلى 13 بعد ما ضللت هذه القيم كلياتها الأشهر والقيم الفعلية والقيم المقدرة نذهب إلى insert ونلاحظ الآن ما الذي يجريه لاحظون إذا اخترت النقاط لاحظوا النقاط هي قريبة من بعض إذا اخترت هذه الخطوط المتقطعة أو هذه الآن فلاحظوا سبحان الله جربت أنا هذا كما ذكرت لكم في السابق ليس مثال آخر لكن طبقت مرتين مرة على برنامج ديسموس مرة على إكسل وجدت بأن البرنامجين يعطيان القيم ذاتها لأن سبحان الله رياضيات لا تخيب فالآن هذه الصورة نقدر نحسن عليها نحن الآن نشيل هذه ومنشيل هذاك الأمر وهنا لاحظوا للسيوس الأول هي قيم الفعلية هذا القيم الفعلية أما القيم المقدرة هي اللون البرتقالي القيم الفعلية هي اللون الأزرق نستطيع أن نغير مثلا سماكة هذا الخط نجعله مثلا هذا سميك وهذا إذا بدك يكون أحمر على سبيل مثلا هذا أحمر ونجعل أكثر سماكة أو أقل برجع إليك هذا هي الآن لاحظوني أنه كيف القيم المقدرة جاءت مثل sign function وهذه تقريب مثلها أذهب إلى هنا اللود هذا اللود المقدرة هاي الآن اللود A هي عبارة عن 2.19 خلنا واخذ فقط 4 خانات 2.19 24 هاي 24 وعندي الآن B هي فاصلة 0 98 78 بس أربع خانات فراغ شوية الشهر يقع كما هو الآن هذه الآن C لاحظوني C هي عبارة عن هنا ماينوس وهنا ماينوس لاحظوني هنا ماينوس وهنا ماينوس الإشارة هي سالب وهنا سالب إذن تصبح موجب وبالتالي الآن فاصل 0 نخذ أربع خانات 9 3 9 3 4 8 والإشارة هاي تصبح موجبة هنا موجبة وأخيرا الD هذه هي عبارة عن 16 فاصل من أخذ فقط أربع خانات 21 06 إذن هذه المعادلة الآن هذه المعادلة هي التي يعني استطعنا أن نقدرها بواسطة السولور أرجو أن قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا دكتور سابح العجلوني أرجو أن تكون قد ركزت كيف نثبت برنامج السولور هنا هذا السولور هنا من بواسط أن تذهب فايل ثم تذهب إلى آخر الشاشة على options ثم تضغط على options تطلع عندك أشياء التي تحتاجها وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته